النجاح بيعني لكل إنسان شي مختلف فالنجاح بالنسبة لي يا أنا لي معنى غير النجاح بالنسبة لك أنت النجاح بالنسبة لك أنت لي مفاهيم مختلفة تماماً عن النجاح اللي مفهوم أو مفهوم النجاح عندي أنا أولاً لا نستطيع أبداً أبداً أن نشكل تعريف واحد للنجاح لا يمكن ليه؟ لأن كل إنسان مننا لرؤية لنجاحه اللي رسم النفسه في حياته فأنا رسمت لنفسي صورة محددة من النجاح أنا ما ألزمك بهذه الصورة وإنت ما تلزمني بهذه الصورة اللي كل واحد رسمها لنفسه نجاحي فقط بداية المبادرة بس المبادرة الصادقة المبادرة التي تسعى إلى تحقيق الرؤية اللي أنا وضحتها المبادرة التي تكون لها خطوات حقيقية للوصول للنجاح بإذن الله تعالى هذا النجاح اللي إحنا نتمنىه له محددات أولاً أنه كل معنى في داخلي أي شيء يعطيني معنى في داخلي ويعطيني محفز للوصول لي هذا ركن أساسي للنجاح في داخلي أنا هذا معلم من معالم رسم تعريف النجاح عندنا الأمر الآخر أنه يتوازن بين الذات وبين الآخرين نجاحي لا يكون على حساب الآخرين إذا كنت أبغى أوصل للنجاح الحقيقي يجب أن يكون نجاحي خصني أنا ولا يضر الآخرين ما يأثر عليهم بشكل سلبي كذلك النجاح من المحددات الأساسية حشان التعريف يكون صحيح إنه هذا النجاح يكون له رؤية متحققة في داخلي ورغبة حقيقية للوصول لي هذه الرؤية اللي أنا بدي أوصلها اللي هي في داخلي فعلاً واللي تكون جوايا أنا وتعطيني معنى تكون له خطوات حقيقية ما فيها تقاعص ما فيها تسويث ما فيها مسألة أني أنا أنتظر من الآخرين المبادرة والعمل هذه الأشياء تخلي النجاح لي معنى في داخلي وأستطيع أني أوصله بإذن الله تعالى حيبعد أو أبعد الحيرة عن النجاح وأحقق النجاح اللي أنا أبغى بإذن الله تعالى سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو الروحاني أو المالي والمادي